الرئيس هم تسازلان عليك؟ تعم ما تقعد راح؟ يعني ما يقولون متراضين؟ لا احنا مو مو متراضين لربما نختلف نختلف من اجل العراق لا خلاف البعض طبعا الاكثرية قالوا اكو خلاف كان بينه بين دولة الرئيس الخلاف واضح ساد نجمي وين شدتوا مختلفين على ماذا؟ حسان احتي لك احنا دزينا كتاب الهيئة الوطنية كتاب صريح واضح طلبنا حضور السيد رئيس الهيئة الوطنية الى لجنة الاستثمار والتنمية سيد حيدر مكيه انا عظم مجلس نواب ورئيس جنة من حق ان انا استضيف اي وزير بالدولة طبعا قررت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية استضافت رئيس الهيئة الوطنية واستضافت السيد بنجير ريكاني واستضافت عدة مسؤولين بالدولة الرئيس زعل ليش تستضيفون؟ قلنا لدولة الرئيس احنا عدنا نقاط بوقتها واحدة من النقاط استحنا ما رديهم نذكرها لان الرجل حضر واضح واحدة من عدهن اجانا كتاب من السيد حيدر حنون الى رجنة الاستثمار طلب توضيح قال اكو هدية من شركة اجنبية الى الهيئة الوطنية ايه بايام الحبيبة مبلغ هدية من كانت سهن نجار ايه المليونين دولار مليون دولار شنو معلوماتكم عنهن احنا كتبناها بالكتاب قديمة هاي الصال ايه هي هاي الزعلة موضوع ثاني موضوع بس ما احب اكتشت بي قلت قلت اكو كتاب شان يقولون انه نفسهم الهيئة الوطنية قالوا اكو هدر بالمال العام وبعدها من صارت الموازنة طلبوا من عدنا نمول قلنا لهم يا انطونة شن المشكلة هنا انا وين انت مرة تقول هدر ومرة تقول مولني الرئيس زعل صارت خصومة صارت زعل ولكن زعل شرفاء خصومة شرفاء ما عدنا لا سقت حقيقة لا طلعت بالاعلام حكيت على الحكومة ولا طلع بالاعلام حكيت على حسن خفاجي هو يعرف انه انا ابن عائلة ومتمكن وابن خير والله مفضل علي وعليكم ان شاء الله وايضا انا اعرف انه هو رجل محترم وابن شهيد وايضا شخص الى كل الاحترام والتقدير ما عندي مصلحة وياه اقسم بالله العليا العظيم اي واحد يقول عندي مصلحة وياه الكل يعرفني انا صريح وجريه وما اجامل عفيا علي ولكن الرجل يشتغل بما يرضى بي الله اشتغل انا احد اللقاءات قاعدوا اياه اقول لك قوة يفتح عينه قلت له خيرك قال لي ما انا تليفونات اثنين يوم راسي للصبح ومشاكل عراق كثيرة الله عينه ترى مو سهله لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب هو فاهم منطق اللعبة هو ابن الكالويس احنا نعينه 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 اذا انا احنا الخلاف يولي حتى لو كانت تكون جمودة او كخلافة ولكن الخلافة تتولي على مصطحة الوطن كل شي ندبه انا احيي بك هذا الخطاب بس هاي الثاني مرة يتكرر موضوع المليون دولار واثبت ان سوسة ما اخذ المليون دولار هالسلال مليان ولا سوسة شنو اجراءاتكم مع النزاهة بعد ان اثبتتم ان سوسة اخذت مليون دولار احنا كتبنا بها والنزاهة فتحوا بها طبعا السوسة احنا المشاهدين معرفوا من السوسة السوسة ذي يقصد بها سوسة النجاري اللي كانت رئيس هيا الوطنية اللي بزمن حكومة السيد الكاظم انا احب الدلع مرات انت تسميها سوسة من العالم يعرف من السوسة اه افيا عليك ايه فهي رئيسة هيا وطنية طبعا هذه المعلومة لربما تكون مؤكدة ولكن بعض الاخوة غالطة بها احنا كتبنا انه ما عندنا اي معلومات عنها ولكن اتأكدنا من من علاقاتنا الشخصية باحد الموظفين قال نعم كانت تربطها سوسة النجار مع الشركة الفلانية علاقة جدا قوية واكو ترتيب بينهم اللي افتهمناه في وقتها ولكن تقول لي انه وانت تعلم بهذا التفاصيل لا والله ما اعلم به انت تعلم والكل يعلمون ساد نجم انا راتب ما اخذ حماية ما عندي شركة امنية عندي ما عندي اي تفاصيل اي احد يكلفني ويخابرني والكل يعلمون يقول له حسن اخو لي محتاجك باي شغلة اروح نركض نكمل لشغلة واللي خابر يقول له ده زورك يقول له ده زورني ما عندي شي احنا جينا بلون جديد يعني احنا كاخوة كتجار كمستقلين كرجال اعمال انت تعرفهم بعض المساميات اللي اللي اللهم كل الاحترام والتقدير جينا بلون جديد ما لنغرض بالباقين اللي اساءة ولمؤسسة واليوم احنا نشوف ان شاء الله مجلس النواب اتم وجهة اتم صورة افضل من قابلة زيل موسيقى موسيقى